في هذا الدرس عليكم معرفة ما إذا كانت هذه المتتاليات الأربع المعرفة بشكل صريح تتقارب أم تتباعد. تذكروا أن التقارب يعني أنه عندما يقترب N من المال نهاية فإن المتتالية تقترب من قيمة معينة. صفر مثلاً. بينما التباعد يعني العكس أي أن المتتالية لا تقترب من قيمة معينة. أوقفوا الفيديو وحاولوا حل السؤال بأنفسكم. لنبدأ بالمتتالية الأولى. أنظروا إلى درجة كل من البسط والمقام. وأهمية الدرجة تكمن في معرفة ما إذا كان البسط يتزايد بشكل أسرع من الآخر أو العكس. لنحاول تبسيط هذه الصيغة للتوصل إلى الإجابة. بدايةً. N ضرب N يساوي N تربيع. N ضرب واحد يساوي واحد N. ثمانية ضرب N يساوي ثمانية N. زائد واحد N. ويساوي تسعة N. وثمانية ضرب واحد يساوي ثمانية. إذن في البسط يوجد N تربيع زائد تسعة N زائد ثمانية. أما في المقام فلديكم N تربيع ناقص عشرة N. والآن عندما تزداد قيمة N أكثر فأكثر وتصبح كبيرة جداً، فإن الحد ذو الدرجة الأكبر، أو الحد المهيم في البسط وفي المقام أيضاً في هذه الحالة هو N تربيع. فهذا الحد سينمو، أو تزداد قيمته بشكل أسرع من باقي الحدود. إذن عندما تكون قيمة N كبيرة جداً، سيقترب A N من N تربيع على N تربيع، أي واحد. وبذلك يمكن القول بأن هذه المتتالية تتقارب. المتتالية الثانية. الحد المهيم في البسط هو E أس N، وفي المقام هو E ضرب N. وE أس N أكبر من E N، ما يعني أن قيمته ستتزايد بشكل أسرع. فمثلاً, E أس 100 أكبر بكثير من 100 ضرب E. إذن البسط أكبر من المقام، فالمتتالية تتباعد. لننتقل إلى المتتالية الثالثة. في البسط لديكم N تربيع، وهو الحد المهيم. وفي المقام لديكم N. N تربيع سينمو، أو تتزايد قيمته بشكل أسرع من N، ما يعني أن المتتالية تتباعد. حيث أن قيمة البسط يزداد بشكل أسرع بكثير من المقام. بعبارة أخرى، عندما يقترب N من المال نهاية، ستكون قيمة النهاية تساوي ما لا نهاية. وقلنا أنه إذا كانت قيمة النهاية غير محددة، تكون متباعدة. والآن، لننتقل إلى المتتالية الأخيرة. دعونا نكتب حدود هذه المتتالية عند N يساوي الصفر. D N يساوي واحد. وعند N يساوي واحد. D N يساوي سالب واحد. وعند N يساوي اثنان. D N يساوي واحد. وسوف تستمر المتتالية بالتأرجح بين سالب واحد وموجب واحد. وبالتالي، فإن هذه المتتالية ليست غير محدودة، أي أنها لن تتجه إلى المال نهاية، أو سالب ما لا نهاية، ولكنها تتأرجح بين هاتين القيمتين، أي واحد وسالب واحد. وذلك يعني أنها لا تتقارب من قيمة معينة، أي أنها تتباعد، وانتهى الحل.